سبحان الذي أصرى بعبده إلينا من المسجد الحرام إلى المسجد الأخصى الذي باردنا حوله لنهليه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلنا بغدا ببني إسرائيل أن لا نستقف من جوني وكيلا لذية من حملنا مع نوح إنه كان عزا شفورا وقضينا إلى ولي إسرائيل في الكتاب لتبصدنا في الأرض مرتين ولتعلم نردوا كبيرا فإذا جاء وعدوا لهم آباتنا عليكم عبادا لنأولي بأس شديد صجاة خلال الغيال وكان بعدا مفرولا ثم ردنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأخوال مبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسعتم فلها فإذا جاء أراد الآقرة يسوه وجوهكم وليدخلوا المسجد فما دخله أول مرة وليتبروا ما علوا تذبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جعلنا من الكافرين حفيرا إن هذا القرآن يابيل لكيه أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحا بأن لهم أجرا من كبيرا وأن الذين لا يمكنون بالآخرة أعثرنا لهم صعبا وسليما ويدعو الإنسان بالشر لضعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لذلك فظلم يرد بكم ولتعلم عدد السنين والحساء وكل شيء فظلناه تفضيلا وكل إنسان أنزمناه قائر في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقى منشورا اطرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حديبا من اكتنا فإنما يعتبي بنفسه ومن ول فإنما يضل عليها ولا تزهو آفركم بذر أخرى وما كنا مهزبين حتى نواة رسولا وإذا أردنا أنه لك قرية أمرنا مزرة فيها ففسقوا فيها فهق عليها البول فتقمرناها تزميرا وكم أهلتنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بسنوب عباده خبيرا من بصيرا وكم أهلتنا قبلهم من قرن محسن أتا وكم أهلتنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بسنوب عباده خبيرا من بصيرا من كان يريد العازل فعجلنا له فيها فعن شاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يطلعها مظلوما مزهورا ومن أراد الآخرة فتع لها سعيها وهو مؤمن فأولئه فكان سعيه مشهورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من أقاء ربك وما كان أقاء ربك محزورا انظر كيف تضلنا بعضا حدابا وللآخرة أقضر درجات أقضر تضيلا لا تجعل مع الله إلا أن آخر فتقضى مظهورا وقضى ربك أن لا تعوده إلا إياه وبالوالدين أحسانا إما يضلون عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أغفر ولا تنههما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناها الغل من الرحب وقل غفر حمهما كما رب يائي صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القرباء أقوه والمسكين ومن السبيل ولا تبذي الدبيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تردطن عنه مغفراء رحمة من ربك ترجوعا فقل لهما قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى ربك ولا ترصبها كل البصد فتقل غلوما محسورا إن ربك يبسط الرص لمن يشاء ويقدر إنه كانت عبابه خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم حشية إلا أقوه نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان ربا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وسهاء سبيلا ولا تقتلوا النفس الذي حقم الله إلا بالحق ومن قتل مغلوما فقد جعلنا لبليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليكين إلا بالذيه أحسن حتى يغلو أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا لكم وجعوا بالغصات المستقيم ذلك خير وأحسن تأميلا ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبطر والفؤال كله لآبك كان عهد مسؤولا ولا تمشي في الأرض مراحا إنك لن تغلق الأرض ولن تغلق الجبان فولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مبروها ذلك من ما أولى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقاتي جهنم حدوما مدهورا أفأصاب ربكم بالبنين واتخذ من الملائك فيه ناقا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يجيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آليكم كما يقولون إذن لفغوا إلى زل أحشي سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علواً لهم كبيرا تسبح له السماوة تستمحوا الأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسفح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غطورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاب مستورا وجعلنا على قلوبهم أهنة أن يقروا هو في آذان المقرى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده والدو على أدخال نفورا نحن آلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ النجوى إذ يقول الظالمون إن تستمعون إلا رجلاً مسعورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا رضاهم ورقاة أئنا لمبعوصون خلقاً جديدا قل كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً مما يفكر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فضركم أول مرة فسينغذون إليك روسهم ويقومون متابوه قل عسى أن يكون قريباً يوم يرواكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبث إلا قليلاً وقل لعبادي يقول الذي أحسن إن الشيطان ينزق بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشع يرحمكم أو إن يشع عزكم وما أرسلناك عليه فكيلاً وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ما آتينا ذاهد زبوراً قل ادعوا الذين فعنتم من يومي فلا يملكون كشفة مرد عنكم ولا تحميلاً أولئك الذين يدعون يفتقون إلى ربهم الوثيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويقاقون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً وإن من قرية إلا نحن مهنفوها قبل يوم القيامة أو مهزفوها عذاباً شديداً كان ذلك في الكتاب مصدوراً وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخذيها وإصقلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الربي الذي أرينا فإلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونطوفهم فما يجيزوا إلا فضياناً كبيراً وإصقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فتجدوا إلا إبنه قال أسجد لمن خلق تطينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لن أقردني إلى يوم القيامة الأحسن كان ذريته إلا قليلاً قال اذهبت من تبعك منهم فإن نجعلنا جزاؤكم جزاءاً موفوراً واستغزف من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بقيرك ورشلك وشارك في الأموال والأولاد ضعبهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك ذكيلاً ربكم الذي يسيلكم الفرق في البحر لتفتغوا من فضل إنه كان بكم رحيماً وإذا مسكم انظروا في البحر ظل من تبعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر ناراً ثم كان الإنسان كفوراً فأمنتم أن يغزق بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاطباً ثم لا تجدوا لكم مكيلاً أم أمنتم أن يعيدكم فيه ثارة حقاب يرسل عليكم خاطفاً من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به سبيعاً ولقد ترمنا بني آدم ورحملناهم في البر والفحر ورزقناهم من الضيبات وقضلناهم على كثير من من خلقنا تضيلاً يوم نتوق اللوناتهم بإمامهم فمن موتي كتابه بيمينه فأولئك يفرؤون كتابهم ولا يغذرون فسيلاً ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيراً وإذا لاتقذوك قليلاً ولولا أن تفتناك لقد كث تركم إليهم شيئاً غليلاً إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجدوا لك علينا نصيراً وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيراً وإذا لاتقذوك قليلاً ولولا أن تفتناك لقد كث تركم إليهم شيئاً غليلاً إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجدوا لك علينا نصيراً وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبكون غلافها إلا قليلاً سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجدوا لسنتنا تحليلاً أقم الصلاة لذلوك الشمس إلى غسط الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ومن الليل فتهجده نافلة لك عساء أن يرى فتربك مقاماً محموداً وقل رب أدخلني مطلسط وأقلعني مطلسط واجعلني من جد أنت سلطاناً نصيراً وقل جاء من أقوى ذهق الباطل إن الباطل كان ذهوقاً وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يذيب الظالمين إلا خساراً وإذا أنمنا على الإنسان أعرضاً ونعى بجانبه وإذا مسروا الشر كان يؤوساً قل كل يعمل على شاكل فيه فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلاً ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوكيه من العلم إلا قليلاً ولئن شئنا لنذهباً بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا وكيلاً إلا رحمة من ربك ثم لا تجد لك به علينا وكيلاً إلا رحمة من ربك إن قضلهم كان عليك كبيراً قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض غيراً ولقد طررنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأرى أكثر الناس إلا كفوراً وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض يكفوعاً أو تكون لك جنة من نقيل وهنب فتفجر الأهار خلالها تفجيراً أو تسقط السماء كما زعمت علينا كتفاً أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً أو يكون لك بيت من زخرف أو ترضى في السماء ولن نؤمن لرقيه حتى تنزل علينا كتاباً نقرأ قل سبحان ربي ألكنت إلا بشراً رسولاً وما منعناك أن يفنوه إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنسلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً قل كفا بالله شهيداً بيني وبينكم إنه كان في عبابه خبيراً بصيراً ومن يهد الله فهو الموتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبفنهم صماً مأواهم جهنم كلما قبرت النار سهيراً ذلك جزاهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أَيْذَا كُلْنَا عِظَاهُمْ وَرُفَادًا أَيْنَا لَمَ الرُّوسُونَ خَلْقًا جَبِيدًا أَوَلَمْ يَرُونَ اللَّهَ الَّذِي قَلَقَ السَّمَاغَاتِ وَالْأَرْضَ خَادِرُوا عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ مَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فأَغَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَلَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْ سَبْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَدُورًا وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى تِسْحَ آيَابٍ بَيِّنَابٍ فَسْأَ الْبَنِي إِسْرَائِلِ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَوْ فِرْعُونِ إِنِّي لَا ظُّكَ يَا مُوسَى مَسْهُورًا قَالَ لَقَدْ آلِنْتَ مَا أَنْدَلَ أَأُولَا إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرِ وَإِنِّي لَا ظُكَ يَا فِرْعُونُ مَسْهُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَتَّفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَرَقْنَاهُ وَمُمَّعُهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا بِالْبَالِي لِبَلِي إِسْرَائِلِ لَسْقُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ الرَّعْبُ الْآخِرَةِ إِنَّابٍ لَفِيفًا وَبِالْحَقِ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ نَزَلْنَاهُ وَمَا أَرْسَلْنَاهُ إِلَّا مُبَشِرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقَاءَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُفٍّ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا قُلْ أَابِنُوا بِهِ أَوْلَا تُؤْمِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُثْلَى عَلَيْهِ يَقِرُّونَ لِلْأَصْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَقْرُولًا وَيَقِرُّونَ لِلْأَصْقَانِ يَبْتُونَ وَيَزِيدُهُ مُفُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَبِ ادْعُوا الرَّحْمَانِ أَيَّمَّا تَجْوُفَ لَهُ الْأَصْمَاءُ الْتَصْنَا وَلَا تَجْعَرْ بِصْلَاتِكَ وَلَا تُقَاطِحْ بِهَا وَالْتَّغِبَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّقِظُ وَلَدَهُ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَرِيْفٌ كِلْمُهِ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُلِّ وَكَفِّرُهُ تَكْبِيرًا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عيوجا قيما لينزر ضأسا شديدا من له ويبشر لجينين الذين يعملون الصالحات أن له أجرا حسنا ما تسين فيه أبدا وينزر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كورا كلمة تخرج من أفضائهم يقولون إلا كذبا فلعلك باخر النفس فعلى آتالهم إن لم يذمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الترضين فالله نفسهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جهزا أم حسبت أن أصحاب الكافي والرقين كانوا من آيات أعجبا إذ أول فكية إلى الكافي فقالوا ربنا آتنا من لذنك رحمة الله إلا من أمرنا وشدا فضربنا على آذانهم في الكافي ثنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبههم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وذلناهم هدوا وربطنا على قلوبهم إرطاموا إرطاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم نبحوا من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأكون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افضرى على الله كذبا وإذ اعتذلتم هم ما يعبدون إلا الله فأوه إلى الكافي يسر لكم ربكم من رحمته ويؤيئ لكم من أمركم مرقا وترشمت إذا قال عزدى وهو عن كافي ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المعتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيضا وهم يخوضهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ضراعين وصير لبطلعت عليهم لوليت بالانكرارا ولوليت بالهم رعبا وكذلك بعثناهم يتتاءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بغرقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أكثر قعاما فليأتكم برص منه وليتنطف ولا يشرحن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجعوكم أو يعيدوكم في ملة ولن تفلطوه لذن أغدا وكذلك أعثرنا عليهم لعلموا أن بعض الله أقوموا أن الساد لا ريب فيها إذ يتنازرون بينهم أمرهم فقالوا لهم عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنستخذن عليهم المسجد سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجمهم بالغير ويقولون سرأتهم وثامنهم كلبهم وربي أعلموا بجددهم ما يعلموا إلا قليل فلا تمال فيهم إلا مراءا واغرا ولا تصدف فيهم إلا أحدا ولا تقولن لشيء إني طاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وازفر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبسه في كاتيم ثلاثمائة سنين وزاده تسحا قل الله أعلم بما لبسه له غير السماوات والأرض أقصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حفنه أحدا وذل ما أعي إليك من كتاب ربك لا مبذل لكلماته ولم تجد من دونه من سحدا تصبر نفسك مع الذين يدلون ربهم بالغداة والأشي يريدون رجحا ولا تعالوا أينك عنهم تريد زينة الحياة في الدنيا ولا تطع من أقبلنا قلبه من ذكرنا واتبع هواه وكان أمره صورا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليفر إنا أعتذنا للظالمين نارا أحاط بهم سوادقها وإن يتضيصوا يغاثوا بماء كالمه يشوي الوجوه بحس الشرام وساءت مرتفقات إن الذين آمنوا عبر الصالحات إنا لا نضيع أدر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن سليم سحبهم الأنهاب يحلون فيها من أسابر من ذهب ويلبسون فيها من قضرا من سندس وإستغرق مرتفين فيها على الأرائب نعم الضواب وحسن الضفاقات وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعنابهم وحفظناهما في نظلم وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آدتوا كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرهم وكان لهم ثمر فقال لصاحبه وهو يحافظه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جندا وهو ظالم لنفسه قال ما أغن أن تبيد آله وذب ما أغن الساعة قائمة ولئذ ردت إلى ربه لأجدن خيرا منها من خلقا قال له صاحبه وهو يحافظه أكفرت بالذي خلقك من طراب ثم من نصف ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربه أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وبلدا فحسى ربي أن يبيني خيرا من جنتك ويرسل عليها أسبانا من السماء فتصبح صيدا ظلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأشيط بثمره فأصبح يطلب كفلي على ما أنفق فيها وهي خابية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشتك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصران هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير حقا واغرب له مثلا حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاطلق به نبات الأرض فأصبح هشيما ترور زيا وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون دينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ويوم نفسير الجبال وترى الأرض باهزة ثم حشرناه فلم نغادر فيه أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موحدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشرقين من ما فيه ويقولون يا بينتنا ما لهذا الكتاب لا يغالب صغيرة ولا كبيرة إلا أحواء ووجدوا ما منو حاضرا ولا يغلم ربك أحدا وحضرنا للملائكة افتدوا لآدم فتجدوا إلا إذنه كان من الجن ففتق عن أمر ربي أفتتقضونه وزفيته أولياء من دوني وهم لكم عذو بئس للظالمين بذلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم تقذ المغزين عبدا ويوم يقولنا سرطاء الذين أزعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم خوبقا ورأى المجرمون النار فظلوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولفصرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أفصر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم البلا ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم الآذاب قبولا وما نسل المسلين إلا مبشرين وأنذرهم ويجادل الذين ففروا بالباطل ليوشذوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا غزوا ومن أظلم ممن ذكر بالآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكدة أن ينقبوه وفي آذانه المقرآ وإن تدعهم إلى المدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذون بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرآ أهلبناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكين موحدا وإذ قال موسى لفتاه لأغراح حتى أبلو مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما فلغى مجمع بينه ما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر صربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداء أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الزخرة فإني نسيد الحوت وما أنتانيه من الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نقضي فارتزا على آتانهما فصفا فوجدا أكتب من حبابنا آتيناه رحمة من عندنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا بالمال قال له موسى هل أتفعك على أن تعلمني بما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي ثقرا وكيف تصبر على ما لم تفط به قبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أعطي سلك بالمذكرى فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة مرقا قال أقربتها لتغرقها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي ثقرا قال لا تآقذني بما نفيد ولا تذيقني من أمري رسرا فانطلقا حتى آهذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نقرا